شجرة الغضاء شجرة الغضاء كل واحد يعرفها الشجرة الجميلة التي تتحمل جميع الأجواء وتنبت في كل مكان سوى المناطق الرملية أو سوى المناطق الجبلية وهذه الشجرة ليست غريبة هي موجودة في كثير من مناطق العالم لكن بعض المناطق في العالم يستفيدون منها لأن فيها مميزات يمكن يكون عندنا هنا ما يستفيد من هذه المميزات سوى أنها حياء للطبيعة وتكاثرها في المناطق البرية تعطي جمالا وتعطي إخضرارا للمناطق الصحراوية وشجرة الغضاء جذورها بالمناطق الرملية تمدد مسافة بعيدة تحت حتى أنها تمتص رطوبة الماء من التربة فشجرة الغضاء زي ما قلنا إنها من أسشار التي جميل وتحمل جميع الأجواء الرياح وما الرياح ودائما شجرة الغضاء تكون مخضرة وفيها المميزات اللي قلنا اللحاء اللحاء هذا ممكن الواحد لو مثل يكون مناطق برية وينقطع من الماء ويلقى له شجرة غضاء اللحاء هذا لو ضغط عليه ممكن يطلع له بعض نداء الماء أو بعض المياه الخفيفة من هذا اللحاء فهي اللحاء حقها يحتفظ ببعض الماء ثاني شيء المميزات اللي فيها عندك بعض الجذور حقاتها يستخدمونها اللي يستخدمون العشاب في معالجة كثيرا من الأمراض هذا يمكن تكون موجودة في الصين وما الصين فهي فيها مواد معالجة لبعض الأمراض كثير من الأمراض منها الذاكرة ومنها الصلاة ومنها أشياء كثيرة من الأمراض فهذه يكون يمكن أهل الصين هم اللي يعرفون هذه الجذور التي يستخدم منها هذه العشاب وفيه برضه أنه بعض جذورها يستخدمون يطلعون منها اللي هم أصحاب النسيج فهي تطلع هذه الجذور اللون أخضر يستخدمونه بنسيج السجاد عشان تطلع لما تشوف السجادة فيها ألوان ملوان زي الأخضر ماذا فهذا يمكن يكون من بعض الجذور اللي هو الغضاء فالغضاء فيه ميزات كثيرة واشجارها كبيرة تعطي منظر بالصحراء وتغذى عليها الطيور الطيور تستفيد منها من ورقها ومن بعض أزهارها اللي تطلعها فهي تستفيد منهم فحنا لو مثل أي واحد ياخذ منها البذور الغضاء وكلما طلع على البر في أي مكان في البر هي سريعة النمو يعني غرس له كم بذرة فالبذور يعني خفي فممكن تحفظ لك بصبعك كذا وتحط لك بذرة وتدفنها لو جاب الله مطر أو لشيء كان هذه الغضاء ممكن أنها تشوفها قد نبثت يعني سريعة النمو يقول خمسة شهور ستة شهور وهي طالعة فهي تعطي جمال للصحراء وتعطيك صراحة منظر للمناطق البرية وزي ما قلنا يستفيد منها أشياء كثيرة فيجب علينا المساعدة على تكاثر هذه الشجرة الجميلة ما علينا زي ما قلنا أول خذ لك شوي بدور حطهم معك بالسيارة وكل ما تطلع للبر وانت بالبر حط لك كم بذرة في هذه الصحراء وإن شاء الله يمكن أن نكون مساعدين على تكاثر هذه الشجرة الجميلة التي تعطي أجواء للمناطق البرية تمنى للجميع التوفيق